هل تخيلت يوما أن تعيش برفقة ثعبان وتمضي الباقي من حياتك معه كأنه حبيب وزوج على الرغم من أنه شيء مستبعد بل ليكون مستحيل الحدوث ولكن هذا ما يحدث في الهند عندما يقدموها للقرى على تزويج فتاة منهم إلى ثعبان في اعتقاد غريب وهو أن هذا الأمر سوف يجلب لهم الحظ تماما كتقديم القرابين البشرية قديما أو تضحية بعروس النيل عند المصريين على سبيل المثال متابعينا أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو سوف نستعرض لكم قصة الفتاة التي عقد قرانوها على أحد أخطر الثعبين السامة وجودا تماما عادة ما يكون عقد القراني أو الزواج بشكل عام يحدث بين رجل وامرأة هذا ما عاهدناه عليه منذ بداية الخلق إلا أن بعض الشعوب غيرت في صور الزواج الطبيعية وأدخلت بها الزواج من الحيوانات وهذا وفقا لمعتقدات غريبة ومريبة تتبعها هذه القبائل وكان آخرها زواج فتاة هندية من ثعبان حيث عقد قرانوها عليه بعد أن وقعت في غرامه نقلت عدة صحف خارجية أن بيمبالا داس الفتاة البالغة من العمر ثلاثون عاما أقامت حفل زفاف غريب من نوعه وبحضور ألف شخص من المدعيين من الأهل والأقارب عقدت قرانوها على ثعبان سام وخطير وهو الكوبرا حيث تم حفل الزفاف قرية توجد بالقرب من مدينة بونا نيشور وهي عاصمة ولاية أوريسا الواقعة بشرقي الهند حيث يعتقد أهل القرية أن زواج هذه الفتاة من الثعبان قد يجلب لهم الحظ الجيد لقريتهم وفي تصريحات للعروس الهندية قالت إنها تتفاهم بطديقة فردة مع الثعبين حيث يمكنهما التواصل معا على الرغم من أنه لا يتحدث وأكدت أنها كلما وضعت له اللبن بالقرب من التل الذي يتواجد فيه الثعبان يخرج الثعبان فورا لكي يشرب منه مؤكدة أن الثعبان لم يقدم على أذيتها في يوم وهو الأمر المثير للريبة حقا وكأنها علاقة حب مثل ما شاهدنا في الفيلم الشهير كين كونغ عندما وقع كونغ في غرام البطلة وعلى نفس السياق تسير قصتنا ولكن مع تغيير البطلة وظهرت الفتاة الهندية في الصور ويترتدي زي العروس الهندية التقليدي وبجانبها يتواجد الثعبان في زفاف حقيقية والأمر الغريب أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الزواج بين البشر والحيوانات فالزواج بين الإنسان والكعنات الحية أمر شائع جدا في بلاد الغرائب والعجائب الهند